مرحبا بكل من التحق بنا في المشاهدة بتبيع الشأن التربوي احنا في عطلة ولكن الشأن التربوي ديما يقعد من بين الخيارات بتاع البرنامج هذية ورهاناتنا لنحرس انه كل يوم يكون موجود معنا سعيدة بحضورك مهدي بن يوسف ناشط في المجتمع المدني ومهندس عن جمعية العلوم والتكنولوجيا مرحبا بيك في هذا الصباح مرحبا بيك عايزك صباح خير ناس كل مشاهدين تلفز الوطنية صباح خير مادم ناس قل لي مهدي نحكي معك اليوم في موضوع مهم برشة نحكيه على الرقمنة واهمية الرقمنة اليوم خاصة وقت اللي نربطوها بالمجال التربوي وبالتحفيز صغيراتنا وتقبلهم للمعلومة وجودة المعلومة صحيح اليوم نشوفه في العالم الكل ماشي في الاتجاه الرقمنة المؤسسات الكل من اهمها المؤسسة التربوية معناه بيستهل لهم حتى في الخدمة متاعهم في المستقبل ولا في حياتهم الجميعية قطر ولا كل شيء معناه من مرقمن معناه حتى إداراتنا طولت مرقمن نحبوا معناه نشجعوا نحن المؤسسات التربوية معناه بشاركة معهم معناه دي كونفونسور عليش الاختيار مهدي يقول قايا اللي على إنكم خيارتوا تبدأوا من بين الشراكات الشراكات اللي تبدأوا تبدأوا مع المؤسسات التربوية هل لالظرف الصعيب اللي مر به العالم أجمع وتونس أيضا على امتداد الثلاث سنوات اللي اتعديت ربطا بالكورونا نحكي صحيح مربوط خطر بالكورونا معناه خطر نشوفه وليت القرية أدي ستونس لك ثريف وبش معناه نجنبه معناه العدوى في وسط الأقسام محاجد كماناكية هذيك عليش لازم معناه اليوم نجمه نلتجه للرقمنا يولي معناه حتى صغير نجم نداره معناه يتقبل المعلومة ومعناه يكمل دراسته ومن غير انقطاع أو مشكل معناه أنت تعرف مهدي أنه تعطلت الدروس بمفعول الكورونا وعانينا كما عانى البرشعبت في العالم أجمع وخاصة تعرف الأسرة تونسية تتمس برشاو وقت اللي تتمس السيرورة العادية والاستمرارية العادية للدروس صغيراتها المشكلة هذية خموا فيها على مستوى عالي من الدولة بما فيهم وزارة التربية انتوما جيتوا بالحل وقالا جيتوا معهم دخلتوا معهم تتفكروا سويا كيفش دخلتوا بطبيعا نخموا سويا ما فهمش معناه عبد نحن الهنين الناس الكل لازمنا نتحدو بش نشخوا معناها سيرورة متاع الدراسة متاع الصغيرات الحال هو نلقاه معناها حلول معناها كيفش ديستانس كذي ومعناها حاجة مهمة معناها بش طوى الناس الكل نتجقوا للرقمنا معناها في المدارس وإلا في نوادي الأدفال ولا في دور الشاب معناها خطا ديك هون مستقبل معناها بتاع العالم الكل بحكوا نقولوا رقمنا ما معناها نحكيوا على تلقي المعلومة بطريقة فيها رقمنا في القسم وإلا حتى عن بعد يعني بش نوضح زيادة أكثر معناها لاتجاه المشين فيه أكثر لاتجاه المشين فيه أكثر كما نشوفه في الوضع في العالم الكل معناها وباء ذي متاع الكورونا معناها ماذا بينا ديستانس معناها مش تكون معناها دراسة متاع زغيرة تبيعة مع متابعة متاع الأولياء وكل شيء على عين الوالي معناها طيب اشتركة وقته تمت شتركة تمت 2019 معناها مع انطلاق معانطلاق معناها الوباء ذي الكوفيد ونحكي ونحب ونعملوا توعية الأولياء كيفاش معناها لازم تكون خاضعة للرقابة معناها مش خليوش صغير معناها توعية الأولياء بهمية خضوها الوسائل الرقمية ذي للمراقبة معناها نحكيوا على الإبحار الآمن لهناك نحكيوا على الإبحار معناها في كل محرك بحث نجموا معناها نفعلوا معناها الوالي يتابع وحتى في التطبيقات على الهوات في الجوال لازم متابع معناها بشي لا يدخلش صغير في العنف أو معناها يحمي معطياته الشخصية أو يتم استدراجه أيضا الحاجة للأسوأ قل لي مهدي الأمر ما يبدوش بهذه السهولة أو الليونة اللي تحكي فيها سيتك نستفصم حكي بش نستفسر أكثر هنا يعني لقينا برشة عوائق يا بدولي في تكريس هالكلم اللي تقول فيه أنت على المستوى الواقعي لوجستيا نحكي خاصةنا بالدرجة أولى هذيك عليش نحن لازم نتعاونه كجمعية معناه مع المؤسسات التربوية بش نلقاوا معناه الدعم اللوجستيكي المؤسسات التربوية بتبيع بالتعاون مع الهيكل الرسمي دونك انتوما هنا فيش تدخلوا يعني تحاولوا مثلا من بين العوائق بخلاف اللوجستية إنه ما نحكيش على المهارات هذية اللي ما يحفقوهاش بعض تلمده ولكن حتى في صفوف الرجال التربية برشة فيهم ما يحفقوش المهارة هذي بالنسبة للشباب تعاونهم فعلى مستوى التكوين بتبعا نعاونهم على مستوى التكوين معناه فما تكوين يصير معناها للأسادة أو غيرهم معناها بعلى مستوى الرقمي أما بالنسبة للشباب يعني الشباب تعوا الشباب معناها ولا اذكيه برشة معناه نشوفه معناه نحن طوعنا صغار في تصميم مواقع الويب اعمارهم حتى معناها عشر سنين ماعني نحن يعمل موقع معا Hom figured woed أو يسمم لك معناها تطبيق معناه على هاتف الجواء. دونك هنم فاملقيتوش المشكل الاشكال هذية بالنسبة لحذق الصغار ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم صغار شباب معناها طوث كي ومتميز ولا عنا. ولذلك هو اللي لازم نخدمه عليه. لازم نخدمه معناها عالي جو نظوم صغار اليوم بشيكونوا بتبيعها مستقبلة والاشكال على انا مستوى طوى. في المرحلة هذية. في المرحلة هذية الاكثرية الاشكال معناها على المستوى اللوجستيكي معناها. خاطر مؤسسات تربوية لازمك بشتوفر لهم معناها الحواسيب بلا غيرها معناها تتكلف برشا معناها. لازم معناها دعم كبير لوزارة التربية معناها بشتنج متوفر حاجة تذي. طوى اللي قاعدين تعملوا فيها انتوما والمعافضة هذية المجهودية الدولة والوزارة التربية تحديدا اللي تقوموا بها تشمل تونس الفقد الكبرى وأحواسها واللي قاعدين تشمل ايضا لانه مهم برشا طوى الناس تتفرج فينا راوكي نحكيو على التعليم راهو حق مكفول دستورا مهدي يعني تكافأ الفورس لصغيراتنا وتليم ذاتنا الكل. دوك شنو عملتو شنو فكرتو بالنسبة لصغيراتنا في الاريه ايف مثلا. والله نحن نحن نحب ونعموا معناها على تونس كل معنا بديم منطلق معناها من بن عروس معناها من دوبيت التربية ببن عروس. بدينا معنا نتواصلوا على تونس الكبرى ومشاء الله معناها يضغطيه المناطق الكل معناها ذي هو الهدف. حاتين مدى زمني مدى زمني معناها حاتين مدى زمني متاع بين عامين وثلاثة سنين معناها ولازم معنا يتعاونوا في الناس الكل بيش نخلطوا معناها في المواد نحقوا الهدف نتاعنا. شكرا لك مهدي بتبيعة مرة اخرى نحب ان نذكر قدش مهمة الرقمنا وديما نحب ان نتناولوا هالجانب التربية وهدية من زوايا مختلفة. مشكور ماذي على تأمين الدعوة؟ على استجابة للدعوة. شكرا. شكرا جزيلا. نمشي والدقة شنو اراكم. نمشي والدقة واحدة من اجمل المناطق اللي تنجموا زيدا في تقس جميل كما اليوم تهزوا صغيراتكم. منها نشوفوا جمال تونس ومنها ايضا نتذكر 66 سنة من استقلال البلاد هذية. يظهر لي ندخلوا للتاريخ ببرشة اماكن كيف ما الاماكن اللي نقترحوها عليكم طوى دقة واحدة منهم. على صغر حجمها تمثل مدينة الدقة الرومانية في شمال تونس احدى اكثر المناطق احتفاظا بمعالمها الاثرية في شمال افريقيا. فحجم المدينة واثارها المحفوظة جيدا وتاريخها الثاري المتنوع بين البربر والنوميدية والبونية والرومانية القديمة والتاريخ البيزنطي. كل ذلك جعل منها منطقة استثنائية. كانت دقة مستوطنة بشرية مهمة ومما يدل على طابعها الحذري هو وجود مقبرة فيها مذبح سخري للقرابين وهي الاكتشاف الاثري الاشد قدما في دقة. وبلغت دقة اوجز ذهارها في الفترة الرومانية اي خلال القرن الثالث بعد الميلاد. ومن اهم المعالم الحصن البيزنطي المحيط بالساحة العامة الرومانية ومعبد الكابيتول وكذلك المسجد المشيد اعلى بقايا معبد روماني مجاور لساحة زهرة الريح. دقة مشهورة لدى السياح وخاصة المهتمين بالتاريخ والاثار. فاثارها ترجع الى اقدم العصور وموقعها المرتفع المشرف على السهول الخضراء جميل عند شروق الشمس. ومسرحها الروماني المحافظ ايضا على دوره الثقافي. ولا شك في ان تعاقب الحذارات على دقة وخاصة ثراء الموقع بالمعالم الرومانية الدينية والمدينة يعود الى مناعتها الطبيعية وخصب اراضيها المجاورة وتمتد امامها السهول التي يخترقها وادي خلاد. فضلا عن وفرة تميه العلون المشجعة على غراسة الاشجار المثمرة وخاصة الزيتين الى جانب الزراعات الكبرى من الحبوب خاصة. تاكس الاثار البارزة للعيان بالموقع عمق تجزول الحذارة الرومانية بالمدينة ويتجلى ذلك في تعدد معالمها مثل الكابيتول والمسرح والساحة العامة والحمامات والمعابد. تحتفظ مدينة دقة بكافة مكوناتها القديمة من معالم عمومية ونسيج عمراني وهو مما جعلها متفردة عن غيرها من المواقع التونسية بالاضافة الى موقعها الاستراتيجي. دقة الأثرية تقع فوق هذبة تحيط بها أشجار الزيتين وحقول القمح. مواقعها الأثرية التي تشرف على هذاب مرتفعة وانحدارات ملتوية تروي تصاميم مدينة رومانية تم ترميمها والمحافظة على معالمها حديثا وحقول القمح والزيتون الممتدة حول معالمها التاريخية ومن مسافات بعيدة تبدو الآثار ظاهرة للعيان. أثار جالية إلى اليوم بفضل ما تجمع لديها من أسباب الثراء ورغبتها في أن يكون لها من الشرق ما تفاخر به عائلات الأعيان من الرومان. دون أن ننسى أهمية الثروات التي تجمعت لدى عدد من سكانها بفضل استقرار الأمن وانتعاشة الاقتصاد. المعبد يعتبر من أجمل المعالم الرومانية في تونس وفي شمال إفريقيا عامة وتتميز مدينة دوكا بعديد الآثار الدينية الأخرى. يعتبر مسرح دوكا أحد المسارح الرومانية الرائعة في شمال إفريقيا وأكثرها محافظة على شكله وأجزائه. وهو يتألف من رقح دوكا وتسعة عشر مدرجا مقسومة على ثلاث توابق بأروقة للعبور ويتسع لثلاثة آلاف وخمسمائة متفرج. ترجمة نانسي قنقر محليها تونس بالحق محليها دونك. خليني مرة أخرى نعاود مثلس ونقول خاطر لقيت السؤال هذي يقول كوين النجمو نهزو صغارنا وأطفالنا في هالعطلة وإحنا في الأسبوع الثاني. ها مناطق أثرية مزينا مع التقس المزينا نجمو نمشيو منها يكتشفوا البلاد ومنها أيضا جولة جواند غلوتيلا لاك غيابل. أنا الهني زيدا عندي عرض آخر بش نصدعكم نجمو تمشيو وتتنقلوا مرة هذية للكيف. نحكيه على عرض مميز برشا. نرحب أقبلكم الشايب سير عيميد المديون. أهلا وسهلا بك. مدير مركز الفنون درامية والركحية بالكيف ومدير 24 ساعة مسرح دون انقطاع. مرحبا بك سير عيميد. أهلا وسهلا. مرحبا بك. شكرا للناس. شكرا على الدعوة وبركة له فيكم. يعيشك. أنت أهل للدعوة هذية. كل تحذيرات يظهر ليها كانت تصور على قدم وساق خاصة بعد الندوة وبعد ما تم الإعلان على الخطوط العريضة للدورة هذية. صحيح. دعونك احنا المهرجين العشرينية بتاع المهرجين 24 ساعة مسرح دون انقطاع. اللي تنطلق فعالياته يوم 23. ويقع الاختتام ان شاء الله يوم 27 مارس الجاري. هي احتفال بالعشرينية. انا مش نبدأ بالعشرينية قبل ما نبدأ ساعة عدد الايام اللي توسع المهرجين في دورته الحالية. هل العشرون سنة هي سن الرشد بالنسبة للمهرجين هذه? يأنه عشرون سنة تاريخ هو في حد ذاته وهو كذلك 20 سنة من نضالات أجيال بمركز فلوندرامية وركحية وتواصل لمسار كبير للمسرح بجهة وموطن المسرح المحترف وهي مدينة الكيف هذه هي المدينة المغلة في القدم وفي الحضارة ومدينة التنوع ومدينة الاختلاف باعتبار أن الحضارات كلها تعادت على مدينة الكيف هذه المدينة الجبلية والتلية وولدها أيضا سيدي مالك أن نحكيه على المسرح أبو الفنون برشا أسماء اليوم على ساحة البداية والانتلاق من تحكم كانت خشبة المسرح الكيف ضروري أن البنية التحتية التي هي مدينة الكيف والجغرافيا تحدد نوعا ما كالجدالية البنية الفوقية لذلك تعرف البلاد كيف فيها ثلاثة راسيمتير معناها ثلاثة مقابر بجنب بعضهم للمسلمين والمسيح واليهود وهي مدينة الانفتاح بالضرورة باركسيلونس مدينة الانفتاح ومدينة التنوع ومدينة قبول الآخر هذا عليش إنشاء فيها فن فن هو يفترض في داخليته في مضامينه في أهدافه في شكلياته أنه يفترض التنوع والقبول بالآخر الدورة كنا تعودنا أنها تصير معناها في نسخة شنقوله صغيرة كابسولة صغيرة 24 ساعة مسرح وفقت المرة هذية نلقوها على امتداد 4 أيام على مدى 5 أيام الحقيقة هي ببدأت صحيح بيوم وحيد ويتيم ينتلق فعالياته صباحة يوم 26 لتنتهي الفعاليات يوم 27 احتفالا باليوم العالمي المسرح أصبح مهرجان لم يعد بمجرد تدار أصبح مهرجان دولي بيتم معنى الكلمة إيمانا بنا بالواقعية وبتمكين الناس بناستفادة أكثر ونتيح فيه الفرصة للقاء بين الفنانين والمسرحيين وبين الناس لبرامج الشراكات لتلاقح الأفكار بيش نفهمه كونه بالحق مهرجان عنده أهداف مش مجرد فانتازيا ولكن فمه أهداف من تنظيم المهرجانات ضرورة بتبعه هو اسم المهرجان واحده فيه بريق وفيه لمعان يعني بيش تكونوا أوفيه انتوما لهالتسمية أكيد بيش تعملوا برمجة أثرية إنا نبدأ من برمجة العروض المسرحية ناخذ فكرة سي عماد معاك أهم العروض المبرمجة في الدورة هذه يعني الحقيقة فيها أكثر من 50 عرض مبرمج عروض مسرحية من تونس يعني أكثر من 20 عرض من تونس فيها أكثر من 15 دولة من أوروبا وإفريقيا ومن العرب وحتى من إيران دورة معناها شعارها للمسرح والتنوع الثقافي كذلك المسرح فيها يحتفل بتعابير فنية متنوعة منها الكوليغرافيا والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والمعارز وغيره وهي دورة أيضا تؤمن بثقافة القرب والحق في الثقافة فتذهب إلى عديد الفئات الاجتماعية على غيرار تلميذ المدارس الحدودية والسجناء والأحياء الشعبية وحتى ذوي الإعاقة وكذلك الانفتاح على المدينة من خلال المواقع الأثرية وكذلك بعض المعتمديات تلتقي شوية في فلسفتها كأنه مع أيام قرطاج المسرحية سي عماد ثم شوية نقاط التقاء هو الحقيقة المهرجانية في عام الثقافية والمسرحية الضرورة أنها عندها أهديف مشتركة ولكن تبقى يبقى لـ 24 ساعة مسرح ذلك التوهج وتلك الخصوصية وتلك العلامة الموذيئة والمختلفة والاستثنائية شنو بشراء اللي من خارج الكيف لأنه احنا نشجعوا في الناس قلنا وين بشتمشيوا يمشيوا للكيف من 23 إلى 27 مارس يمشيوا للكيف شنو عندكم يعني كنقولوا 24 ساعة مصرح نونستوب مثلا من وقت يش تبدأ العروض الحركية في الشوارع وقت يش تبدأ الساعة هي تبدأ نهار 23 كل يوم فما عروض مع عروض مهمة يبدأ معنا تياتر وبزيز عروض نهار 23 ونهار 24 فيه مسرحية عائشة 13 لسامي النسري وكذلك بوسنشتايل لأنه رشعافي فما مسرحية كروت هذه من فرنسا هذه 23 وفي وسط النهارين هذوما فيه معناها ذهاب إلى مدارس حدودية فيه ورشات كبيرة يأمنوها كبار مسرحية من تونس على غيران مستر كلاس منها الفضل الجعابي فرن الكبير وكذلك ورشة مهمة لسعد بن عبدالله مؤسس المهرجين وتيح له الفرصة بيش نحيوه بالمناسبة وكذلك فيه أربع ورشات من خارج تونس يأمنوها من العراق مسرحيين ومن رومانيا ومن إيطاليا ومن إسبانيا أيضا مش يكونوا معنا طلبة المعادة العائلة المسرح بيتونس ولا طلبة المعادة العائلة المسرح بالكيف وكذلك هوات الفرن الرابع مش تستفيدوا من أكثر من ستة ورشات تكوينية في الغراز تأكيد على الأهمية التكوين كذلك فيه أيضا ندوات مهمة نتيح فيها الفرصة للنقاش وإثراء الحوار حول مسائل ذات بعد فكري أو علمي ندوة علمية دولية عنوانها المسرح والتنوع الثقافي ومايدة مستديرة حول المسرح والحراك الثقافي فيه أيضا يوم يتوسط هذه الدورة سبيناه معناها يوم كافي بامتياز كيف واس شنو فيها الهدف بتاعها التعريف ولا بالهوية وبالتراث المادي ولا مادي للكاف فيها أن تنطلق بعرض لعبودة شو لرياض النهدي ثم عولوز الفنون الشعبية عبد الرحمن شيخاوي حاضر فما العساوية فما المالوف أيضا وفما اسم ماذكرتو سلطاوة يا لامين النهدي موجود خطر نبهت مثلا كان لامين ملقاش في التظاهرة هذه في المهرجة هو اليوم هو لامين فنان وما في ذلك شك ولكن اليوم فما عليش هذا الفنان اليوم جاي بجديد وجاي بجديد مهم ومحترم للغاية دونك احنا نحبوك يجي معناها وفيه لتاريخه مش يكون بمسرحية المتعليك بش يختتم اليوم هذي واليوم هذي فيه أيضا زيارة للمسلك السياحي وثقافي لجهة الكيف فيه لقاء أيضا حول السياحة الثقافية يأمنوا سيد مندو بالجهة والسياحة بالجهة مشكور يساعد فينا برشة يعني اللي بيش يمشي بيش يشوف حركية سيامات بيش يحس بيش يراب عيني يعني حتى الزئر اللي نقوله بيش يمر متعدي مالكيف بيش يبهت بيش يحصر له الانتباه معناه يتشدوا حاجة في الشوارع يعني فما حركية هذي نعم اي فما هذي فما جمهور في الشارع بالضرورة فما عروض في الشارع تعرفوا لي المركز هذا مزالكي اختتم البارح مهرجين سيكة جاز في معناها في فضائر في قاعات مركز فنوندرامية وكانت لكيف العقيقة عارفت ضدها حركية مميزة بالمهرجين هذي ومش نرجع واحنا نهار 23 لإضافة أكثر حركية وليعطاء أكثر تقديم يعني تعبيرات فتنية متنوعة في المهرجين ونهار 26 هو الافتتاح الرسمي إن شاء الله العشرة بتاع السباح وتنتلق فيه العروض بدون هوادة وبدون انقطاع لصباحة يوم 27 وربما حتى النهار بتاع يوم 27 أكثر من 25 دولة حاضرة فيها هذا المهرجين أيضا وهذه الدورة فيها يعني اعتراف بالجميل فيها تكريم لفنانين مهمين على غرار كبير عبد الحميد جيس محمد السياري وليلة شابي فنانتنا الكبيرة نواجهولها تحية زادة وبعض التقنيين تقني مهم في قفسة مركز قفسة فاضل خنوسين واجهولها تحية وكذلك عثمان الجزيري بمركز فوندرامية جنود الخفاية ثم خاصة نكرمه بالمناسبة زادة الدكتور وليد الزيدي وهو ابن الجهة وقامة علمية كبيرة نواجه له أيضا تحية وهي الدورة أيضا للمسة وفاء لبعض المسرحيين اللي أضفوا علينا بهجة كبيرة على غرار كبير محمد العربي الجلمامي فنان كبير في الكيف معروف ثم خاصة توفيق البحري زادة كذلك نجهوله لمسة وفاء بالمناسبة أنا أشخالك أعطيك الصحة أنا واحدة من إيش شرهتني بالحق شرهتني ما نحسب فيها كيفيش نهار 23 بعد غضوة في اللايين ما نخدمه أما نوعده سيدا المشاهدين نعم وستريميك نكونوا موجودين وليتعذر عليهم بش يمشي ويتنقل عبر القناة الوطنية إن شاء الله بش نواكبه أهم العروض هذه إن شاء الله موافقين بالحق يعني مغرية العروض والبرمجة ككل وهو كذلك إحنا تلفزتنا الوطنية ومن باب أولى وأحرى وكونها بش تغطي المهرجان هذية وتعطيها قيمته وإحنا نكونوا سعادات جدا كي نتواجدوا على شاشة تلفزتنا شكرا لكسي عفو هذا هو بصفة عامل ولكن الأكيد كونه بش يجي حتى ميجيش نهار 23 نهار 24 بش يجيش يجيش ثم يوم 26 و27 وهو اللقاء المهم والأهم أكيد طيب أنا بش أشكرك برشا وبالحق محلها تونس في كل الاتزاهات والكيف تحديدا حتى اللي ما يعرفش الكيف فرصة مزينا برشا إذا كان يمشي في الظرفية هذه ومع البرنامج المحترم هذه شكرا لكسي عمادنا وردنا ومش نكونوا في الموتيب إن شاء الله وإحنا شرا كيكي ما تفضلتوا وقلت زميلتي نادية كنت أعدكم بنقطة خارجية معاها مباشرة من القسرين إذا كان جاهزة ناخذ نادية ارتيبي صبح النور نادية نعم تحية طيبة ليك إيناس وكل مشاهدي هذا الصباح طبعا نتأسف على التأخير لإشكالات التقنية والمؤسف أكثر إنه ما زلنا اليوم في تونس ما زل موات التونسي طالب في حقه في الصحة نعرف إيناس أنه اليوم مرض السرطان عفونا وعفكم الله منتشر بشكل كبير في تونس وخاصة سرطان الثدي الحالات اليوم تمشي برشة حالات يتعكروا أو تمارس عليهم سياسة الموت الرحيم خاصة في ذل تهاون الكنام الانتظار لأشهر وأشهر بش يتمتعوا بجرعات الجرعات للدواء الشي ميوكي نحكو لي أدوية اليوم ما عادش عندها فاعلية لخطر فات وقتها وفاتت الفاعلية متاحها عينة من مرض السرطان الثدي معانا اليوم في القسرين الي من 2017 وهي تكافح بشتشفى على خطر بنتها الي عمرها ستة سنين لكن اليوم نتيجة الانقطاعات المتكررة على تراقي الجرعات تتعكر حالة مروة النديري يوما بعد يوم من 2017 دوسية الكنام تنتظر أشهر تنتظر لين انتشر المرض وصل للعظم بعد العظم وصل للأصفاك اليوم فما أدوية مروة يلزمها تاخدها تقريبا عندها ثلاثة أشهر الي اليوم مروة ما زلت تنتظر وما زلت حالتها اليوم تتعكر أكثر من الأول وهذا مؤسف جدا كما قلنا أنه مازلنا نتحثوا على حقنا في الصحة وخاصة في منطقة داخلية يغيب عليها ما نقولوش مستشفى ولكن قسم خاص بالأمراض السرطانية وأيضا الكنام رغم الجهود الكبيرة اللي يقوم بها لأن برشا ملفات معلقة لأنه ديما مرجع النظر المركز اللي دار العامة في تونس أو بشي يأخذوا الأدوية من سوسة أو من سفاقس وهذه حاجة أثرت برش على صحة المواطنين مروى بش نخلي المجل لك خاطر اللي بش يسمع يسمعك أنتي بش يعرف حالتك أنتي وبش نعرفه اليوم شنو المطلوب مرحبا بيك مروى عايشك مرحبا بيك عايشك بهي أنا مريضة سرطان من 2017 مريضة بمراحل العلاج العادية الكلاسيكية يعني بتاع السلطان الثادي لكن في وسط العلاج مرحبا أنه المرض انتشار في العذام ومع هذك يعني بقيت كل مرة نجرب نوعا المتوفر يعني الكنام يعني موجود في الكنام هو يعني ما هوش أورليست كيما الدواء اللي بش ناخده أنا تاوا جربت برشا أنواع يعني متاع الدوايات والكل ما مشيتش معايا في ضل بعض يعني المرات فما كيما كنت تحكي بكري يعني الدواء يعني مساعتي تفقد ويبقى برشا بش يعني يجي والكل أنا تاوا دوية ما هوش موجود في تونس دوية يعني ما هوش في ما هوش موجود في اللي استمتع الدوايات اللي الكنام يعني متعهدة بش تجيبهم لازمني نمر برشا إجراءات منها قضية في المحكمة يعني نمشي المحكمة نعم القضية بش يجيبوا لي الدواء والكل وهذي يؤثر برشا يؤثر برشا أنا 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 سبب الأكثر سبب يعني اللي خلاني زد تعكرت حالتي برشا برشا يعني وليت في الفرش يعني ما عاش ناجم نقوم بحتى يعني بواجيباتي العادية يعني مع بنتي والكل يعني وليت طريحة الفرش من نتيجة انقطاع الدواء يعني والإني بش نجيب يعني بش نجيب يعني بش نجيب البريزان شارج متاعي يعني متاع الدواء لازمني نقوم بإجراءات كبيرة منها 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 قضية في محكمة ومنها الانتدار وقتيش الفرماسية سنترال تعديل الكوموند يجيب الكوموند من بره يعني تعليقنا ممتع الدواءات رأنا مقهورين رأنا تعبنا علخر بالحق شوفونا حل يعني تكلمت برشة مش أول مرة نتكلف تلف زي راهو مش أول مرة نتكلف تلف زي أنا يعني تكلمت برشة ووصلت صوتي وحكيت لا حتى حد ما كلمني ولا حتى حد ما يعني معتاني حتى شوية أمل إني بش نجيب ننكمل نقاوم أنا خمسة سنين كاملة نقاوم توا توا طحت في البريود الخرانية طحت كريمون يعني معادش عندي حتى جرام أمل بش نن بش نكمل نحب حاجة تتمدلي الأمل تزرعلي شوية أمل بش نجيب نقاوم بالمرض يعني شوفونا حل بربي أنا دوية البرى فمش علش يعني نبقى أنا نستنى في الأشهر رضوما الكل بش نجيبوا لي الدوية يعني أنا دوية البرى يعني كان فما إمكاني بش نمشي البرى عليش ما نمشيش أنا بش نجم نعالج روحي ونجم للداوة بالقداية على أطر صحيحة يعني والكل يعني إشراقات يسر 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 توجع يسر تقلم يسر يسر تقهر بصراحة الإشراقات اللي 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 لازمنا نقوموا بها احنا مرضى يعني يعني بنا ربي كيفاش. بشا وجيعة اي ناس تمر بيها اه مروة اه وجيعة نفسية وجيعة جسدية لخاطر اليوم كنا يوصل للمواطن بشي اه اكل غامزة العين بالمورفين تولي اه برشة حرقة ما نجموش نحكو فيها وما نجموش نصفو الم مروة اللي هي عينة من مئات بش ما نقولوش الالاف من حالات مرضى سرطان في ولاية الجسرين اللي يتنقلوا بش هزوا دوياتهم من سوسة ولا من صفاقص ولا من تونس وبش يتعالجوا في سوسة ولا في صفاقص ولا في تونس وبش يوافقوا على الدواء متاحهم بعد ارسال ملف من كنام الجسرين في ليجين في تونس ولا في صفاقص اليوم الجسرين بربع اكثر من اربعمائة الف ساكن مئات المرضى بتبيعة مازالت اليوم طلب حقها في صحة حقها بقسم خاص بالامراض السرطانية اللي منتشر وخاصة سرطان الثادي وانواع اخرى من سرطان الدم وسرطان نخاع الشوكي حاجات كبيرة تطلب بلاتوات مش نحكو فيها ان شاء الله نداء مروة يكونوا صلح نداء مباشرة من مروة حسب حكيتلي لسيد رئيس الجمهورية اللي تناجدوا بش يدخل حالتها على خاطرها وعلى خاطر بنتها ويتناجدوا بش يدخل حالت برشا مرضى في ولاية القسرين ايضا نداء نتواجهوا به مكونات المجتمع المدني الجاليتنا اللي عايشة في فرنسا وحسب فهمت من مروة ان الدواي موجود في فرنسا موجود الدواي في فرنسا اي موجود موجود الدواي مروة لو كانت تستحضرين اسمه ما ما نستحضروش يعني اسمه خطر مازال كغير كغير يعني وصفته للطبيبة والكل يعني موجود في فرنسا وديجا يستعملوا فيه يعني وعطينا تيجبية في الحالة متاع المرضى متاعي يعني ان شاء الله ان شاء الله بشفية يا مروة اه نداء الجاليتنا اللي موجودين في فرنسا الدواي اكيد طوا نجيبه لوردو نونسو طوا نبعثوه للي يحبي الدخل لحالة مروة ويحبي تواصله معها والاهم من نداء لدار العامل الكنام انها يلزن تلقى حلول جدرية لتوفير التاقم البشري في الكنام في ولاية القسرين لي تلي تحول بشكل فعلي القسرين الى اقليم معناها ويكون فيه اه لجنة هي اللي تدرس الدوسيات وهي وتكون عنا مركز او فرماسي باش يتمتعو المرضى بالادوية ويكون عنا قسم للامراض السرطانية في ولاية القسرين باش نجنبوا الناس المعاناة خطر اللي يكتلهم الضغط والتنقلات والخصاصة قبل نمتر هذي قبل للمرض عفوا اه ان شاء الله نستداخل وان شاء الله سيد رئيس الجمهورية يدخل الفئة مروة الناديري وهذا نداء خاص من وراء مروة لرئاسة الجمهورية ولكل مكونات المجتمع المدني ولكل جاليتنا المقيمة في الخارج ولنجم يوفر دول مروة اكيد يتواصل معنا ونكون تكتوه بشرة بمروة شكرا لك يا ايناس شكرا لك انت زميلتي يا نادية ارتيبي وشكرا على هذا الحس المرهف مع الحالات كما حالة مروة بتبيعه احنا اليوم عرضينا مروة ولكن مروة اخذناها كأنموذج لبرشة حالات ولبرشة مرضى يعني وفي قائمة الانتظار ان شاء الله المساج الرسالة تكون وصلت للمعنيين بالأمر وخاصة للكنام كيفما تقول زميلتي نادية ارتيبي نعملو اطلالة صغيرة على سابرين الشيف سابرين ومواصلين استضافاتنا كيفش نعملو الجيج ولا اسكالوبة بالكريم حاشتنا هنا بالقلايا بش نحطو شوية زبدة ومعها ثوم هما اللي بش نشويو فيهم الاسكالوبة دو بولي اللي احنا رفوحنا شوية قبيلة بش نحطو الجيج متاعنا ومن بعض بش نكملو نحطو التومات سيشي اللي قسينيها تروف صغار الغسية سهلة عالاخر لزنجريديون واضحين كي ما وريتهم لكم قبيلة جست احنا تاو بش نستنيو حتى اللي نتجيج يتيب مش يتيب كمبلتمن معانتا ييبدا في الكوسم بتاعو وقتا بش نزيدو الكريم متاعنا ليكيد كي ما تشوفو كي على تروى بلون دو بولي بش نستعملو كيس كريم ليكيد ومش نحطو شوية بالكل جبن وأكيد اخر حاجة نتفقدو الملح انا تاو ما حاتيتش حاتيت جوست شوية بالكل في الجيش خاطر دجا التومات سيشي ملحة هذي كانت الغسية متاعنا السالي البخانسيبال متاع الطبق الرئيسي اللي بش تكون مع المقرونة صلطة المقرونة اللي حذرنيها ونرجع لكم اكيد في اخر الحلقة نوريكم النتيجة النهائية متاع على طبق متاعنا شكرا لك شيف احنا مواصلين اللقاء بش ناخدوا منحة ثقافي مع العرض قبل الاول اسمه تراث بلادي المكان هو تراث بلادي تراب بلادي تراب بلادي ما كمش تروا في موليته ما موليته بجنبي شوفوا بعض اللقاطات مع زميل يحسن الكريم يعود على العرض من قبل الاول وراجعين عسفا وغناءا نحتفي بالعرض اشتركوا في القناة 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 والدينية اشتركوا في القناة 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 اللي تستنى تحب تسمحها رغم انك تعرفها وحافظها الا انك تستنى شكون يجي ويغنيها النسخة النهائية كان نجمو نقوله وقتاش تبدأ حاضرة وين بش تكون الجولة متاعكم احنا نستني هنا نستنيه في رمضان فما جولة بيا في رمضان فما جولة بيا ونقوله اول منطقة اول بلاسة نقوله باي انت بش تقول حاجة اخرى بش توعدنا لهنا انا بش نجهلك دعوة اذا كانت تقبلها بش تعمل تعاهد معايا ان شاء الله اذا كان لمن المكتوب في رمضان ونضربوا موعد مع سيدة المشاهدين بش يكون عندهم البرنامج هذية في ثوب جديد جيدنا في رمضان اكيد 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 بارشا كانت حاب صوف انا نشكرك بارشا مريم بالحق ناورتني بالحضور كان بيودي تكون المساحة اطول ونسمعك اكثر مي افانقو وان شاء الله تجيب حذية في رمضان عايشك الله يخليك شكرا بيقولولي زميلتي حنان الجسمي حاضرة بش تهزنا الاجوية من نوع اخر حنان تهزنا الحركية اخرى تحكي عليها انتي مريم مع ونفنانين الكل قديش نادينا وقلنا حركية ثقافية هذا جونا بداية من نهارة السبت اللي في 19 مارس ايام قرتاج لفنون العرائس الكلمة عندك حنان والصورة ايضا اعطينا برشا صور تفضل حنان بيه شكرا لك انيس اهلا وسهلا ومرحبا بيك ان شاء الله طوان عتيكم برشا صور كما كنت تحكي حذرتك منذ قليل احنا متوجدين حاليا في مدينة الثقافة تونس العاصمة وان كانت الانتلاق يوم 19 مارس من مهرجين ايام قرتاج لفنون العرائس في دورة الثالثة هذا المهرجين اللي كانت الانتلاق نهارة 19 مارس وكانت الانتلاق العروض من شارع لحبيبة برقيبة ثم محمد الخامس ليوصولا هنا لمدينة الثقافة اليوم في يومها الثالث في مدينة الثقافة عديدة هي العروض اللي من 18 بلد من تونس ومن الخارج وهناك انفتاح وتنوع واختلاف في العروض وخاصة اللي يتزامن مع العطلة المدرسية وايضا اليوم 21 مارس وايضا يتزامن مع اليوم العالمي لفنون العرائس خلينا نخذوا اكثر فكرة عن العروض ما انه صغيرات في عطلة مع سي حسين سلامي وهو المدير الفني لمركز الفنون لمركز الوطني لفن العرائس نقول له اهلا وسهلا ومرحبا بك سي حسين اهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل المشاهدين الوطنية 19-26 مارس بهجة الرجوع الى الفعل الثقافي الفني المسرحي من خلال العديد من العروض القيمة اللي جاتنا من العالم لتبادل الخبرات التونسية لتطوير كل التقنيات العرائسية سواء من الخامات سواء من كل ما يتعلق بفنون العرائس ثم نقاوا بيرن من تشيكيا نقاوا من ازلاندا نقاوا من ايطاليا عروض سواء كان في ساعة المسارح او في القاعات من مسرح الجهاد الى قاعة محمود المسعدي لتابعة اليزارة التربية كذلك انفتاح السناء انفتحنا على الجهات من خلال العروض التي تتقام سواء في نابل بن عروس مهدية يعني عروض متنوعة ومتفرقة والعائلات وهنا تشوفوا رأيها تحذيرات لحفل افتتاح يعني يوم العالمي لفنون العرائس من خلال العديد من الفقرات منها مسرحية البجعات على الساعة الرابعة ثم حفل تكريم اليوم لعديد العرائسيين التونسيين والعربيين وخاصة من مصر الشقيقة اللي هي تعتبر ضيف شرف المهرجان وكذلك في الليل ثم عرض ممتاز جدا للإزلاندي بيرن اللي يكون في قاعة مسرح الأوبيرا على الساعة السابعة بخلاف فلما الساعة الثامنة العرائس الضوئية اللي هي من انتاج المركز الوطني الفايل العرائس عرائس حالي ما تهزنى الكواكب تهزنى العوالم أخرى شيقة ومريحة شوقتنا أكيد سيحة سين السلامي وأكيد الناس اللي يتفرجوا فينا وخاصة الصغيرات ولمغرومين بفن العرائسي نجم ويكونوا حاضرين راه العروض مازلت متواصلة وكيما قلت انتلقت نهار 19 مارس وبشتتواصل هنا في مدينة الثقافة حتى 26 مارس ونعرف الدورة الثالثة تأتي بعد غياب لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا إذن هكا كنا معاكم مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة لأيام قرتاج لفنون العرائس والأين الكريمة بشتكون مع زميتي مديحة مع أمري الكلمة ليك تفضل يعطيك الصحة حنان ومن الثقافة نمر مباشرة للاقتصاد الاقتصاد الركيزة الأساسية للبلاد اليوم هو الاحتفالات بشتبدأ من اليوم ما غدا تحتفل تونس مع كافة سائر بلدان العالم باليوم العالمي للمياه هو ما أدراك من المياه بالماء يحيى كل شيء هذاك عليش اليوم نستضيف السيد علي المرزوقي عن المرصد التونسي للمياه مرحبا بيك سي علي عايشك وشكرا على الاستضافة ووضع تونس وكل المؤشرات تثبت أنها مؤشرات مخيفة حول الوضع المائي لو كانت قد مننا الوضع المائي في تونس وين نحن أحنا أكيد نعيش ونقدر نتعميها وخاصة في تواتر سنوات الجفاف في الستة سنين الأخرانية خمسة سنين منهم كانت جافة وحتى بالأمطار اللي ثبت مؤخرا من الجموش نقوله اللي رو عام ممطر حتى بالأرقام عن أشهر التالي السدود تعبتها كانت حتى طاقت التعب أنتعها أكثر من الأرقام ممتعة اليوم بعد الأمطار الغزيرة اللي تهاطلت علينا آمس وأولامس نعيش وسحيح تحت خط الفقر المائي بربع نصيب الفرد في تونس أربعمائة مترو كوب في السنة والمعدل بالمقارنة بالمعدل بقال من خط الفقر العالمي في الألف مترو كوب في السنة حتى النصف ما خلطناش صحيح لكن المؤشر هذا ما يعكسش الواقع بالنسبة للمياه الشرب ما هيش داخلة في المؤشر هذا على خط المؤشر هذا يضم لفلاحة الصناعة وكل ما يتم إنتاجه في تونس مياه الشرب موجودة في تونس عنا إشكالية أخرى معنا إشكالية أعمق اللي هي حوكمة المؤرد المائية عنا خلق ثبت معنا كي نحكيه اقتصاديا ما نحكيهش إننا احنا نأمنه في مشروبنا الماء معناها الماء الصالح للشراب هذا كحق موش مؤشر كي نحكيه اقتصاديا اقتصاديا نحنا شنون مؤشر هذا هو كي نحكيه فلاحة وصيناعة وكل شيء الفلاحة 80% من مؤردنا المائية تمشي للفلاحة وهذا أصل الإشكال عنا في تونس كي نحكيه 80% نقولوا احنا تقريبا رأنا دولة معناها منجل ومصدرة للفلاحة ومن أقوى الدول الفلاحية بل بالعكس احنا فرطنا في زراعاتنا المعاشية في زراعاتنا السيادية كما الحبوب وغيره وركزنا في زراعات مستهلكة ومستنسفة للمياه كما ما تمد الله القوارس ذات معناها اللي ما عنديهش حتى قيمة مضافة تذكر وهذا أصل الإشكال في تونس معناها نحب نحكيه اقتصادي يجبنا نحكيه خياراتنا في الفلاحة شنوه نحبه ننتجه وهل ترى نحبه ننتجه الفلاحة اللي بيش تأمننا غذائنا وسيادتنا الغذائية ونعرفه هزمة الحبوب توا وغيره اللي احنا فرطنا فيها منذ سنوات ومن عديد السنين وبالسياسات متاع دولة ما بعد الاستقلال ولا نحبه نكمله في سياسة استنزاف مواردنا وتصدير المياه لدول الشمال اللي هي بطبيعتها مانعة أصلا زراعات مستنزفة المياه كما تطماطم وغيره وما تزرعش فيها تزرع فيها في حديقتها الخلفية اللي هي دول الجنوب ممكن كان حتى ما نحكيه وش طماطم حتى حاجات مثلا تبع الغلال ولا حاجة مستنزفة نقوله الفريز مثلا الفريز مثلا ايه معناها احنا في تونس لازم الإرشاد الفلاحي يخذ العاطقه ويرجع معناها من جديد لتوعية الفلاحين متاعنا خاصة صغر الفلاحين انه رو ما نفرحوش برشة معناها بصابة الفريز ما نفرحوش برشة بصابة الدلاع ما نفرحوش برشة لكن انتي تحكي تقول خيارات نحنا قاعدين نشجعوا نوعا ما على الزراعات هذين وهذا الاختير معناها تخلينا على دورنا في تجيع معناها مثلا المشات المتاعنا وبذورنا الأصلية التونسية اللي ما تستهلكش برشماء ولا الزيتون التونسي ما نشجعوش فيه ونشجعو في ديفاريتي معناها مستوردة كما الإسباني زيتون مثلا وغيره اللي بطبيعته ما هوش تنافسي في الأسواق العالمية نورده في الزيوت النباتية ومشيين في مشاريع معناها زراعة الكولزا وغيره واللي هي تستنزف ما وردنا المائية وقت اللي احنا عنا زيت زيتونة صحيا ومن نواحي الكل معناها فيه منفع أكثر معناها حتى اقتصادي هذا هو اشكاليتنا معناها اقتصادية فلاحية بالأساس ولكن زاد خيارات وأولويات استعمالات المياه في تونس خاصة في القطاع الفلاحي هو القطاع الفلاحي نقوله حتى معناها امدادات معناها المياه للمناطق الفلاحية فما برشا ضياع المقامش قاعد يتعالج لسنوات هذا خيارات هذا خيارات احنا تونس دولة مرتهنة بتنويلات لجيات المانحة من نجموش نستثمره في تجديد الشبكات وقت الجيات المانحة تقول لك تجديد الشبكات والبنية التحتية متاع توزيع المياه ما هيش مشاريع عربحية بالنسبة لها تستثمر لك في السدود في المشاريع الكبرى محطات تحليط مياه البحر اللي احنا نعدوا بثلاثين سنوات واحنا نخلصوا فيها وشعب التونسي يخلص مكلفة جدا هذك عليش الشبكات توفيه نسب ضياع من ثلاثين لخمسين بالمياه خاصة معناها شبكات التحويل متاع مياه الشمال والسدود الكبرى وغيره والدولة عاجزة لانها بش تجدد الشبكات هذه بش تكون بكثر فاعلية ونجاعة واستدامة خاصة هو ممكن مش نقول عاجزة ممكن مسألة خيارات خطر ما نتصورش أنا إصلاح الشبكات هذية كان نشوفه اللي السارتاب اللي قاعدين يعتمدوا فيهم معناها في العالم جيب أي سارتابير وتشجعوا وتقولوا شوف لي حل ينجم يخلق لك ألف حل بش نجموا إن نعالجوا هذة هي عذية متاع المياه على مستوى السدود يظهر يزدع عنا نقص في التمويلات هذك علاش حتى معالجة وإصلاح وصيانة بعض السدود بش تكون حتى طاقة الاستيعاب متاحها أكبر من الموجود زدع عنا مشكل في هذا هكو الله هذا هو السدود التونسية تقريبا الخمس متاعها أكثر من 22% من طاقة استيعابها كلها معناها ترسبات وطمي وغيرو معناها هذا السيانة وجهر السدود ما كانش يصير وما زال ما صارش التوى في تونس عديد السدود خرجت معناها من الخدمة متاعها قبل حتى ما تخلص الجهات المانحة عنا سد لهوارب خلص كان عملوه بعد 30 سنة من قروض وغيرو وهو ما فيش حتى قطرة متاع ما كان في المطرة متاع آمس صبت فيه بعض مئات الأمتار المكعبة هذا هو معناها وطاقة استيعاب السدود في تونس استنسفت قدرتها على الموبيليزيزيون متاع الماء يلزمنا نمشي الحلول الأخرى أكثر استدامة تغيرات المناخية اليوم نشوفه في فيضانات في الجنوب وتساقطات في الجنوب والمياه هذيك ما يتمش تجميعها بنجاعة يلزمنا نخمه في أي قطرة ما تهبط في تونس معناها في الجنوب وغيرو وزينة من السدود والمشاريع الكبرى معناها في قيمة كل القطرة والمشاريع الكبرى هذه معناها تجميع مياه الأمطار كيف كيف الماجل وغيرو والتقاليد متاع تونس من عهد الرومان كانت عنا تقاليد بالرغم من شح المياه كانت عنا تقاليد التأقلم مع نقص المياه ومثم تجارب معناها يزم يتم تثمينها كما في مطماطة في ابن خداش في القراء متاع الجنوب يستعملوا في الماجل ويعرفوا كيف ينظفوهم ويخزنوا ما تمش تجريع في الشيء هذا قعدة منظومة الحفر العشوائي للأبار هي اللي قعدة تويكة معناها ويخذ الكم الكبير على حساب هل مواجه معناه وغيرو صحيح هذا في القطاع الفلاحي بالنسبة للقطاع الصناعي نعرف وزاد أن عديد القطاعات مستهلكة جدا للتاقة المائية عنها شنو الحلول في المجال هذي هو حتى نقول وإحنا الفصفات على الرغم مع ايداته المالية أنه أكبر مستهلك للمياه هذا إشكالية فما جهود للحد معناها لإيجاد ممكن حلول أخرى لمعالجة الفصفات ولا لا نحن في المرسل التونسي المياه منذ نشأته أول دراسة عملناها هي الماء والعدالة الاجتماعية في الحوض المنجيم وعطينا مقترحات وحلول وبدائل وطالبنا بفرض على شركة فصفات جفسة أنها تشوف على موارد مائية أخرى موش مياه عذبة اللي تتقسم فيها مثلا مع سكان مدينة الرديف مياه متاع الشرب تستعمل فيها شركة فصفات جفسة وكمية اللي تستعمل فيها سنويا تكفي ولاية قفصة كاملة مياه شربة على مدى سنة وهذا الاختير من واجب شركات المستنسفة للمياه أنها تمشي تشوف على حلول على رواحها معنا هي شركات ربحية وتبيعوة وتدخل في فلوس تمشي تستعمل المياه المعالجة تجيب المال بحر وتحليه وحدها الحلول موجود الحلول بيداهية مش زادة حتى الدولة ما تبقاش سنة في الدولة بشتعمل لها شبكات واستثمارات جديدة ولكن الأخطر من هذا من أنه شركات هذه مستنسفة للمياه التلوث أنها تتسبب في تلوث الموايد المائية متاعنا ونعرف إلي تلوث متاع بئر متاع ما بالدشين متاع الفصفات مثلا تحبلها 30 سنة بشترجع الحال عليها وذاك عليش يلزم يتطبق عديد مثلا العهد على الملوث يلزم يتطبق على الشركات هذه ويتمنع عليها استعمال المياه العذبة لغسل الفصفات ولا الشركة البترولية هذا كله يتم بتنسيق معناها بين الهيئة المختصة في مختلف المجالات المجال البيئي عنده دور كبير ما نشقاعدين نهتمو به جملة وانتو ما عندكم نشاط كمجتمع مدني في الإطار هذية بش نختمو به اليوم ما عندكم نشاط بش تحتفلوا باليوم العالمي المياه وكانت قد مننا النشاط متاعكم فيشة مثل بذات لك احنا ما نحتفلوش احنا نحيو اليوم العالمي المياه هو احتفال عالمي وما ثماش علش نحتفلو في تونس وموريندن المائية مستنصفة اليوم عنا ندوة المساعتين فيها معنا عديد الخبراء المتمكنين في قطاع المياه بش نحكو على الفلاحة والبصمة المائية في قطاع التمور والحبوب بش نحكو على سياسات تونس في الماء منذ عهد الاستعمار وشنوما الحلول زادة البديلة بش نقدموها كيف كيف عنا في مهرجان الحامة الدولي بعد غدوة ندوة كيف كيف في الحامة حول الماء والعدالة الاجتماعية ومشاكل المياه في جابس ونعرف الحامة ما هو تعاني من نقص المياه واستنزافها في الشركات المجمع الكيميائي كيف كيف عنا ندوة أخر الأسبوع هذا نهار الجمعة في المنستير عنا زادة كيف كيف دراسات قادمة عنا سهرات رمضانية كل أسبوع بش كون ثم ندوة افتراضية حول المياه وهذا كله بالتركيز على مجلة المياه وين وصلت الأمور فيها التعطيل اللي قاعد يصير في سنوات هذية قاعد ينخسروا بارش وقت هو من من الاشكالية اللي عنا في تونس معناها تقادم للإطار التشريعي والمؤسساتي مجلة مياه اللي نستعمل فيها حاليا فتعمرها أكثر من 50 سنة أحنا في المرسط تونس المياه قمنا معناها بحملة تعمل ناصرة تقريبا عنا 3 سنوات وعطينا مقترحات تنقيح ومجلة المياه تراوح مكانها على خاطر آخر جلسة عامة في البرلمان المجمد كانت حول مجلة المياه وتم تأجيل النظر فيها بطلب مننا نحن وبضغط مننا على خاطر كان فيها فصول اخطيرة على قطاع المياه في تونس واليوم تراوح مكانها ومنش عارفين بلكش تخرج مرسيم بلكش أحنا مطالبين وبعثنا حتى خطة عمل فيها تقريبا 40 نقطة وبعتنا على مدى قصير ومتوسط بعيد لرئاسات الجمهورية والحكومة ووزارة الفلاحة ولكن حاليا ما ثم حتى التجاوب ونعرفه الإشكالية معناها متاع الإطار التشريعي مهمة برشا وتحكي تنتي على بر العشوائية 18 ألف بئر عشوائي موجود حاليا يستنزف 18 ألف معناها يستنزف نور المائية متاعنا وغير مراقبة ولازم الإطار التشريعي ملف أساسي وملف هام والمفروض يكون هو أول الملفات اللي يتم معالجتها والتركيز عليها نحن إن شاء الله يكون الانطلاق بالاحتفال هذايا باليوم العالمي المياه إن شاء الله يكون الانطلاق بالمزيد الوعي من المواطنين ومن السلطة خاصة بالملف هذايا ونعالجوه لأن الحروب المقبلة لكل في العالم تقوم مستقبلا على المياه المياه هي أساس الحياة شكرا ليكسي على حضورك على المعطيات اللي قدم هنا هذية وإحنا مزلنا مواصلنا معكم المشوار الصباحي وأحيل الكلمة لإناس نعمل منعرج شكرا ليكم منحة ثقافي ناخذوه من توا بداية من الفقرة هذية إلى آخر نفس في البرنامج بش نقول صباح النور لسندرة بن إبراهيم مهلا وصحلا يا عايشكي نايس مرحبا في الفقرة هذية مرحبا بكم مرحبا نهاركم زين السيدة المشاهدين مرحبا بكم في فقرة هذا اللي صار وبش نبدأ وفقرتنا لليومي نايس كل عادة والله لا يقتلنا عادة بالنجاحات التونسية ونبدأ بأول نجاح اللي هو فيلم القربين بطولة الممثل نجيب القاضي والممثلة سهيرة بن عمارة يتحصل على الجائزة الأولى في مهرجين الأقصر السينمائي بمصر وتوى بش نتعديو للنجاحة الثانية وبش نتعديو للممثلة اللي حبوها برشة التوينسة ومحبوبة زيدة على السعيد العربي اللي هي الممثلة دورة زروق اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة سينمائية في مهرجين وشوشة ومش هيدة بركة زيدة تم تكريمها في تونس خلال حضورها لإفتتاح الدورة السابعة لأفلام حقوق الإنسان في تونس بمدينة الثقافة نورتنا ديما دورها الحقيقة في كل المحافلة صحيح طوى بش نتعديو للإخبار الثالث والأول مرة بش نلقاو سيدكوم يجمع المغرب العربي الكل واللي هو بش يكون تحت عنوان فندق المغرب العربي هو كاسمه على جسمه إنيس بش يكونوا موجودين فيه بتبيعة ممثلين توينسا والزيرية والليبية ومغاربة بش يكونوا في دور البطولة الممثلة كوثر بالحاج والممثل القدير إكرام عزوز بش يكون إن شاء الله موجود فيه رمضان فيه عدة قنوات مغاربية وطوى بش نتعديو الكواليس مسلسل حبوه برشا التوينسا وتابعوها على قناة الوطنية اللي هو مسلسل صيد الريم اللي كشف الممثل القدير عبد العزيزة المحردي على بعض من كواليس المسلسل وقبل هذا قال إنه وقت جاه الدور كان فرحان برشا وكان دور مختلف على الأدوار اللي أديهم قبل قال إنه تأثر برشا بالقصة والدموع اللي رينها في بعض اللقطات هي دموع حقيقية إنه لكيب الكل كانت متأثرة بالقصة وحتى فهم دموع خلف الكواليس وقال زيدة مرة وهو يتدرب على صبين التي في المحطة تعدى وحد من المرة وطلب منه كستي وكان بشي خلصه يعني ما فيقش اللي هما قاعدين يمثلوا ولا قاعدين يتدربوا وبالتبعها هذه حاجة مش غريبة على ممثل قدير كما الممثل عبدالعزيز بالحرفية اللي عنده بالخبرة وبالنضج وتاريخ كمال الحقيقة وبالتبعها وقال زيدة على حاجة أخرى مهمة إنه شفنا في بعض الأحداث إنه أحداث المسلسل الدور في فصل الشتي لكن تم تصوير المسلسل في الصيف وخاصة وفي تحديدا في أوسو نعرفه طقس أوسو هذا اللي زيد تعابهم أكثر بما إنهم لبسين نحوي جشتي والدكار كان جشتي يعني هذيك زيد تعابهم شوية وقال في موقف طريف صار لهم إنه في واحد من المشاهد كانوا بشيت عشي والعشي كان عجة والعجة كنت حارة برشا هذيك زيد تعابهم زيدوا حاسوا بسخانة وتلزوا كل مرة بشي بدلوا عجبهم موجود الكنون وموجود الفرارش وهذيك زيد تعابهم شوية تحسوا أي ناس المسلسل معمول برشا حب ومحليهم الكواليس والمسلسل وصل في أحلى صورة للمشاهدين ودليل إنهم التوا يتبعوا صيد الريم والتوا يحبوا يحبوا حتى الجينيريك وجينيريك تشهر برشا والأغنية وضربة برشا حتى في العالم العربي صحيح ومطلوب المسلسل توا يطلبوا بالإعادة وتوا باش نتعديه للفن والفنانين وباش نحكيه على الفنانة اللي لفتت الأنظار في اليوم العالمي للمرأة اللي هي الممثلة والفنانة والإعلامية صفي أبو السعود اللي غابت عندها سنين وسنين القيناها موجودة على الركح وقدت استعراض هي وليدت صغار وغنيت غنية تكريما للمرأة جمهورها كان فرحان بيها برشا ومتوحشها وقالت في تصريح لها إنها مستعدة ترجع للفن لكن في صورة مالقة الكلمات والألحان اللي خليوها تتشجع باش ترجع تغني وتوا باش نختموا باليوتوب وباش نختموا بغنية فاروق وفيرس المعروفين باسم الدهبيز في غنية جيبوها جيبوها نلقوها في التوب توندونس بثلاثة مليون مشاهد هكا تكون فقرتنا لليوم وفيت إن شاء الله الأخبار نيلت أعجب السيدة المشاهدين وقبل ما نختم إنيس عندي ديديكاس الإنسانة عزيزة علي برشا أمي عند ميلادها الجمعة هذية نحب نقول لها كل عام وأنتي حيا بألف ألف خير ربي خليك لينا تيج على روسنا أنا وخويا وما يحرمنيش منك كل عام وأنتي حيا بخير يا أحلى وأحن أم في الدنيا شكرا سندرا وتحياتنا للوالدة إذا كانها في المشاهدة وأكيد نسورها في المشاهدة شكرا على تأمين الفقرة هذه أحضار أهل الفن والفنانين كل اثنين مع سندرا بن إبراهيم نمشي ونجيبوها نجيبوها بعد مباشرة نحكي وعلى المهرجين الوطني لسينما المرأة الريفية بيرم شرقة زغوين ويكون لنا نقطة الختام مع الثقافة مرحبا بي سيد المشاهدين بدلنا الإيقاع ودخلنا في الإيقاع الثقافي من خلال أكثر من فقرة لحقيقة اليوم وحتى من خلال النقاط الخارجية هنا نحكي على مهرجين عنده خصوصيته خليني نقول المهرجين الوطني سينما المرأة الريفية سعيدة باستقبال مدير المهرجين سي عصام الريحي أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدير دار الثقافة مرحبا بيك أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك وإلى جينبك سي مروين المدب أهلا وسهلا ومرحبا بيك المدير الفني المهرجين ومخرج السينما مرحبا أهلا وسهلا نعرف أنتم تنقلتم من بعيد وجيتونا من ساعات الصباح الأولى ولكن هذه هي ظروف المباشر المباشر مستنى نحبكم تكونوا موجودين على بيكري بيش نحكيوا على مهرجين جدير أنه نشرح الناس ونستدعوه الناس أنهم يمشيوا ويتنقلوا الدورة نبدأوا عند الدورة سعيدة المهرجين الوطني السينما المرأة الريفية الدورة الرابعة اللي تمدد من 22 إلى 26 مارس بيدار ثقافة ما غدوة معناه أي غدوة إن شاء الله بيدار ثقافة بيرمشارقة والمركب الصحي بجبل وسط اخترنا شعار للدورة المرأة الأمازيغية لماذا المرأة الأمازيغية؟ لخاطر المرأة الأمازيغية هي جوزة لا يتجزى من المرأة الريفية التونسية هذه الخصوصية متى الدورة هذه؟ تحت الشعار هذه السنة اخترنا شعار المرأة الأمازيغية كيفاش اشتغلتوا على الشعار هذه فنيا ونحكيوا شوية على الخطوط العريضة باش نشره هو أفونقوة غدوة فعليا رسميا ينطلق المهرجين دي جاب شارد غرافيك فتفال ظاهرا وتكريب المرأة الأمازيغية بالخطوط الأمازيغية وحب نوعية الوجهة المرأة احنا عنا سورة طوالنا تمرحوا من نظماتنا نيلة وخاصة وأنه زغوين خصوصية زغوين أنها مجموعة ولاية زغوين هي مجموعة من القرى الأمازيغية الزريبا جرادو هي كيف جاءت فكرة المهرجين نحن في 2018 كانت دورة الافتتاح حبينا نعمل خاصية للمهرجين تكون مختلفة على المهرجانات سينماية الأخرى فكانت صورة المرأة الريفية هي صورة الأولى اللي بادرت لذهننا لعدة اعتبارات تاريخية واجتماعية وطبيعية في العمومة في الدورة الأولى وكانت معناها عدسة الكاميرا هي أداة محاكاة للمرأة الريفية في الوسط الريفي في الأريف متعنا الكل في القرى الكل وإلا سبيسيال مو يعني دي ما تخصوا منطقة لا لا يشارك في المهرجين قرابة 50 شاب جاءوا من كل الولايات جاءوا جايبين معهم أفلام هم اللي صوروها باش ينقلون صورة المرأة الريفية في جهاتهم وزادة باش يشاركوا في دورات تكوينية الدورات تكوينية هذه فاها مجموعة من الورشات وهو وحدنا سيمروين المدير الفني بل الورشات خلينا في الأفلام لأنه هو سينمائي بالأساس المهرجين دوكشي نوعية الأفلام سيمروين المقدمة وثائقية دي بورتري هي الأفلام الأساسية في مهرجين هي أفلام مسابقة هي أفلام شبان طلبة سينما وشبان سينمايين هوات من جميع الجهات في نوادي السينما دور شباب ودور ثقافة ولا نوادي الجامعة تونسي للسينما ونوعية الأفلام هذه تحكي على المرأة الريفية فيها الريائي وفيها الوثائقي وفيها الروائي والوثائقي وعندنا معها مسابقة صورة الفوتوغرافية اللي زادة في نفس التام المرأة الريفية وسنابل الأساس المرأة الأمازيغية كانت فهمة لجنة باش سؤال لكم الزوز كانت فهمة لجنة لانتقاء وقداش كان عدد المشاركين اللي يعني شاركوا قداش قبلتوا انتوما نهائيا العدد المبرمج هما بالنسبة للأفلام المسابقة إلى حد الآن الموجودين هم عشر أفلام من قداش من مستويات متقاربة جدا والعشر أفلام اللي وصلونا هما عشر أفلام ما فرضناش منهم لأنهم جديرين بالعرف فما لجنة مشاهدة قبل لجنة التحكيم فما لجنة لمشاهدة وتقييم الأعمال موجودة اللجنة تتكون من شكور تتكون من ناس مختصين تتكون من سي ناصر السردي وسي سامي القاسم وعادل ترويل سي أي تحية لهم عايشت بعد الانتقاءات هذه لدينا عشر أفلام اليوم تتنافس لدينا جوائز لدينا جدارة للأفضل فقط لدينا جوائز مالية لدينا الجائزة الأولى ألف دينار الجائزة الثانية 800 دينار والجائزة الثالثة القوس البرونزي والقوس الذهبي والقوس الفضي الجائزة الثالثة في حدوث 600 دينار وجائزة الأحسن صورة فوتوغرافية 300 دينار بشيكون عندكم سهرة معناة افتتاح خاص والاختتام يعني عنا سهرات افتتاح واختتام عندنا الافتتاح اللي هو بشيكون تكريما لنساء تونس تكريما الفنانات كبار اللي هو غدوة سيمروين اللي هو غدوة لربعان طلعشيف در فقفة بير مشارقة بشيكون تكريم المخرجة السينمائية سلمة بكار ربي شفاها نبرنقوها تحياتنا نتمنى ولها شفاها العاجل لأنها مريضة متنجام تكون معنا الممثلة القديرة للا ناجيا الورغي أيضا المركبة وأستاذتنا كهنعطية الممثلة القديرة لطيفة القفصي ذوما الأربع وجوه تونسية سنبول المرأة التونسية العاملة في القطاع السينمائي والقطاع المسرحي بشيكون مكرمات هذا غدوة لربعان طلعشي لكن قبل الافتتاح الرسمي حتى كان قصيدة عريك سيمروين عندنا قبل الافتتاح الرسمي مع عمد ثلاثة بشيكون عندنا معرض لنساء مزيغيات وعرض فرجوي لعدنان الهلالي بعنوال الهطاية خيبيا دونك شنو عنا اخر محكينيش علي بخلفها لي فما صور فما أرشيف شريط الجايدة في الافتتاح للمخرجة سلمة بكار للمخرجة سلمة بكار دونك شريط الجايدة بشيكون في الافتتاح بشيجيوا أفراد من عائلتها يتسلموا تكريمها ووصلوا هولها وبشيكون عندنا والمهم هو ديما في زغوان وفي جبل الوسط معناها خطر احنا ديما جبل الوسط هو الكارديجينيرال المراكب الصحي في جبل الوسط نقدموه تحياتنا ديما معنا في سنوات هذه الكل والمهم في مارجين هو الورشات التكوينية ورشات التكوينية هي أهم شيء لأنه الشباب يأتي من الولايات الكل من المستويات الكل فيهم التلميذ وفيهم الطالب في السامع البصري واللي ما عندوش الأفجديات ينجب يتعلم ويتكون دونك هي ديما نعطيه وقيمة كبيرة الورشات والورشات ما تقفش ما تسعم تأصباح المصفلين والمؤطرين من المستويات مهمة دونك عنا في الصورة الأستاذ سامي قاسم ودير تصوير عنا في الإخراج أستاذ محمد بن رمضان دكتور محمد بن رمضان والعبدوليلا مرون المدب عنا في كتاب السيناريو سيد ناصر الصردي عنا في الصوت المهندس الصوت رامي أبو دورابة عنا في توجيه الممثل طهر عيسى بالعربي دونك ومجموعة نيرة طبعا بش تكون هلأ النخبة مننا الشبان أنا نشكركم هو أفرون جوبش نقول للناس رهو مدوة هي التعاون مع المعهد العالي الفنون الجميلة بينابل وطلبة المعهد العالي الفنون الجميلة بينابل بيش يكونوا موجودين معنا والمعهد مكننا معناها من تنقلهم وتأمينهم ومكننا بعض المعدات أيضا المعرجين دونك التعاون هذا ما بين المعرجين ومعهد العالي منجم كان يكون مثبر إن شاء الله وقراء حاجة جميلة نشكركم برشة وإن شاء الله بيش نكونوا في المتابعة تأيي من المعرجات لـ 22 الـ 26 مارس تورناجات لكم بيش يتصوروا في القرآن المزيغية وخاصة زريبة العليا ووصلت المعلومة 24 بيش نعاودوا نحيو وزريبة العليا وبيش نعاودوا نبعثوا فيها الروح بالفن بالسينما ويجيوا كلهم يجيوا ويجيوا وندعوا مفتوحة للناس الكل والوطنية بيش يتعامل تغطية مع المغيش شكرا لك يلا معي لك وجينا يلا معي بلو ريقنا بعد يناس حضروا اللي بلاي بالنسبة اليوم حاولنا نعملوا حاجة سيلة لمشاهدين بتعنا حاولنا بتبعها نعملوا حاجة بخوتيني اللي هي الجيج اللي هو بلوندو بولي عملناه بالكريم وعملنا المقرونة اللي بش تعاوذ نقص نشويات في البلا برانسيبال عملنا صلاتة مقرونة حتينا فيها الخضرة حتينا فيها الجيج زدنا شوية زيتون ومعدنوس وبتبع بيسكوة عطلة لازم ندلو الصغيرات عملنا لهم براونيس تشيس كيك اللي هو ميلانج بين تشيس كيك والبراونيس في نفس القالب نفس المرسو زدناهم شوية معجون فريز والفرمبوز حسب الضوء وهكي كنكونوا كملنا المونيو بالنسبة لليوم عملنا الانتري طبق الرئيسي والدسير ونودهم ونشهيوهم اكيد بيسا يسامو سيمروين مدعوين بش الضوء حقيقة وليست بالسينما وليست صورة تتفضلوا تعطيونا رأيكم بطبيعة بعد ما نعلنوا على الجينيريك أنا في الأثنين حب نشكر كل الزملاء اللي كانوا واقفين بالحق من ساعات الصباح الأولى لتأمين ثلاثة ساعات من البدل المباشر كنت أكثر من سعيدة مصافحتكم في بداية الأسبوع هذية غدوة ما تنسيوش بشيكون عنا لقاء جديد وأهم المواضيع تقريبا هي حول المضاربة والاحتكار وتأمين السوق الداخلية نحكي على المواد الأساسية اللي مفقودة أو شبه مفقودة وإلا مفقودة بنسق مختلف غدوة بشيكون هذا موضوعنا كيفاش نجمو نأمنو النسق العادي ونكفح ونحارب المضاربة والاحتكار من هوني الغدوة نقلكم في الأمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة